المسلم عندما يمس في عقدته يرد ولكن نحن ضد ضد الرد الذي يكون فيه الاعتداء على الدم على النفس هذا لا يقبل الإسلام لأنه لم يحدد في عهد النبي وقع هكذا هذا جوابنا على قتل لا نصل إلى كان بالإمكان كان بالإمكان أن تكون هناك حوارات أن تكون هناك مناظرات لكن المشكلة هو أن التمادي في نشر هذه الرسومات والمنادات بتعميمها في كده الأخير هذا أدى صب الزيت على النار ولذلك نحن كمسلمين لما تنقل أن حرية التعبير مكفولة فمعنى ذلك أن المسلم يعني تيرفض تيرفض أن تمس في الدين تيرفض أن العقيدة التي يعبت بهذا الشكل فلا تنقلها فلا علاقة للحرية حرية التعبير لا علاقة لها بالأعتداء على عقائد المسلمين على عقائد الناس الشخص إلى الشمتيل كما قلنا لكم إلى الشمتيل الواليد يحتجع لك فكيف لما يكون الأمر يتعلق بسمه بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا والنبي ديالنا اللي هو يعني المكانة ديالسيد محمد صلى الله عليه وسلم رأى عظيمة فلما تتمثل المسلم في النبي هنا تتولي حاجة أخرى ونقول لا يمكن للمسلم أن يكون رده بهذه الشكلة هذا الرد التي نشوف الآن ديال الاعتداءات إلى آخر قتل الناس وكذا هذا ليس ردا إسلاميا حكيما هذا الرد ديالناس تجاوز الحدود في الاستعمال يعني ما عندهم تجاوز الحدود ولا ينبغي للمسلم أن ينزلق إلى هذا المنزلق أقول للمسلمين أنتم مسلمون اتبتوا واصبروا وعطوا الصورة الحقيقية للدين ديالكم الصورة الدين ديالكم ناصح بيض الدين ديالكم الآن يراد استفزازكم وجركم إلى مستنقع الدماء نحن لسنا أمة دماء نحن نصنع الحياة ولا نصنع الموت نصنع الحياة ولا علاقة لكم بالموت الذين يعني يقتلون الناس الآن لا يمثل الإسلام تبتلوش الإسلام الله يجز لكم بخير نقولها وبكنت أكيد لأن الناس يحتاجون إلى حوار الناس يحتاجون إلى مناظرات يحتاجون إلى نتحور معهم نهضر معهم نفهمهم على مستوى رسمي على مستوى الدول على مستوى الأشخاص على مستوى المؤسسات على مستوى المراكز على رهد شيء وخستل التلعق في العالم العربي يدخلوه لأن أين تجرون العالم الآن الآن بدأت بهذا الشكل هذا لا ندري والله يعلم يا ربي لما هد النفوس وهد الخواطر لأن صراحة بدأنا نرى أن الأمور بدأت تخرج عن اعتداء مننا قتلت سيدتان تونسيتان تحت برج إفل يعني بعدها قطع رأس هذا الأستاذ هذا وما كنا نتمنى أن يحدث تذلك لأننا لسنا من أنصار الدم ثم بعد ذلك المرأتين التونسيتين ثم بعد ذلك قتل في نيس الأمس هذه الأحداث تكون شكي جرجي والدم كما قلنا الدم أنفى الدم أنفى للدم يعني القتل أنفى للقتل يعني لو توقف هذا الأمر وكان عقل وصلحاء يعني وحاولوا ما أمكن أنهم يحلوا المشاكل بالهدوء بالعقل لا ما موصلنا إلى هذا الأمر ثم يعني في نفس الوقت يعني كما كان عبره عن استنكار ديالنا المقتل هؤلاء الفرنسيين كان عبره عن استنكار ديالنا المقتل هاتين المسلمين بأي وسيلة وفي نفس الوقت تنقول أن لا يجوز الاعتداء ديال أي مسلم يعني الاعتداء على أي كان أقوله رات وحد ما أعطك الحق بيش تعتدي على أي كان الغرب فيه ناس صالحين والله العظيم أنا من خلال هذه الأزمة هذه اللي وقع الآن في أوروبا أنا كنت ببع فنانين مفكرين سياسيين رياضيين والله العظيم أدلوا بتصاريح تفيد بأن أنتم مسلمين راكم رانس طيبين وكذا وكذا والذي حدث وأنه الذي صب الزيت على كذا ف لأياكم أن إلى آخر نحن معكم في أوروبا كي ناس طيبين ناس أغلب المجتمعات الأوروبية ناس صالحين ومع المسلمين ويساندونهم فمن بغيكم شاهم مسلمين تنزلقوا وتوصلوا لهذه المرحلة ديال أن الإنسان يفقد صواب دياله ويدخل الدائرة ديال سفك الدماء والعدو بالله وتبتوا وتبتوا لكم في رسول الله عليه وسلم إحنا الآن في أيام رسول الله عليه وسلم في هذه الأيام التي نتذكر فيها رسول الله عليه وسلم ف يعني الموقف يستدعي مننا أننا ننتبتوا نفسنا وأننا نعبر على شنو شنو هو الإسلام الإسلام ذلك الدين العظيم الدين الذي يتضمن فيما تضمنه التسامح النبي سعى سلم عاشها في المدينة المنورة لما وصل المدينة المنورة واستقرها من الهجرة جاي من الهجرة استقر كان أول شيء الهم دياله هو كيف سنعيش في المدينة المنورة يترب هذه يترب كيف سنعيش فيها وهناك هناك بزاف ديالناس كان العرب كان النصارى كان اليهود بعض القبائل الأخرى على كل حال كيف سنعيش فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع دستور يضمن للجميع العيش والتعايش والسلم ويعيش الناس هكا فكامسلمين أنتم تعيشون في أرض هؤلاء وهؤلاء فتحوا لكم بيوتهم فتحوا لكم بلادهم وبيوتهم ومكنوكم من العيش وبالعكس كان للعالم العربي من دل من كلا خريب وصل إلى هنا وعاش وربالريش فما يمكنش أنك أنت كمسلم أنك تصل تماوت وتولي تعيش في الأرض فسادا لا يقبله منك الإسلام أولا ثم لا يقبله منك العقل تانيا ثم لا نقبله منك نحن كمسلمين نقبله لأنك لا تمثلنا لكن أنت تعيش في الأرض فسادا وتتدمر وتخرب إلى خير الله ثم ندعو أعيد وأكرر الله يزيكم بخير أتمنى في أوروبا ناس عقلاء ناس حكماء لأن المنزلق اللي غدا فيه الأحداث لا يصور ناس عقلاء اللي يقلسوا ويحلوا المشكلة أنت كتأجج المشاهد يجج المليون دي البشر وكتقول للناس تهدنوا وهذو رائع رهابيين كيف يعقل رائع رائع مشكل مشكل أن أنت كتكب العافية نايدون تخدت تكب تقول أهداو أهداو لا لا يعقل لذلك نتمنى أن يظهر عقلاء يعني حكماء من طرفين من هكوك ثم يحل المشاكل فلا ما من مشكلة إلا ولا حل